شكرا لقيت كتاب جم يا شباب وصلت كتاب جم تلت سنوي الفين تاتة وعشرين الفين وعشرين. هنعمل سريع عن الكتاب ونشوف ايه اللي فيه والجديد وايه اللي مختلف عن السنة اللي فاتت. اه وفي الاخر هقول لك اه سعره طبعا كام? تعتبر اغلى كتاب. ده طبعا الغلاف. شكله يعني جميل جدا. انا بحب الاغلفة جدا بتاع الكتب الخارجية. طبعا جايب لك هنا سلوة البروتشيت والطابلايتشيت. صحف يعني ببعن الكلام عن الصحافة والقرصانة وكده الحاجة الالكترونية. طبعا جايب لك اه زي كل الكتب درس اول و تاني كلمات. اعرض لك الكلمات الاساسية. وبعدين كلمات مهمة متعلقة بالنصوص الريدينج والليسنينج ازا فين. وبعد الكلمات جايب لك ايه? ده شباب دي موجودة الحل بتاعها موجود في اخر الكتاب. ممكن تبقى بعد ما تحل تروح تشوف. جايب لك ايه? عشر جمل. وبعد كده جايب لك زي الكتب التاني برضو. و برضو جايب اللي على اللي هي المشتقات. وبعدين برضو جايب لك ايه? على الحاجات اللي ايه? زي صغير كده او متحان قصير. عن الحاجات اللي احنا ايه? قرأنا فوق. تمام? مهم جدا وجميل جدا. وبعد كده جايب يبقى الفروقات بين بعض الكلمات زي مسلا نوست بيبر و بيبر بريس ماديا. تمام? الحاجات المهمة الحاجات اللي موجودة في قول للكتب دي شباب. اه زي مسلا انفستيجات وينسبكت ليفتش. صيات وفينو وفي ادبانس وحاجات كتير جدا عن ايه? عن الفروقات اهم الكلمات. طبعا جايب لك على الحاجات اللي فوق. يعني كل جزء بيجيب لك عليه كل جزء بيشرحه بيجيب لك عليه مجموعة تدريبات بحيث بحيث يعمل لك ايه? على اللي انت ايه? خدته. تمام? وبعد كده طبعا جايب على الكلمات كلها بتاع الدرس بكل يعني الكلمات بقى وحرف الجر والتعريفات والحاجات دي جايب تلاتين جملة. تمام? على ايه? للدرس كله. ده بالنسبة للكلمات. طبعا الجرامر بيعرضه زي اي اه كتاب خارجي. بيشرحك الجرامر والقاعدة والتكوين والتركات ومش عارف ايه. وجايب لك بعض جزء من القاعدة. جايب لك جزء تاني اللي هو مسلا زي وجايب لك ايه? تشيك بوينت برضو عليها شباب. جميل جدا التشيك بوينت دي وكويسة. مش مش تغطى ربعة بس لقى عشر جمل كويسين جدا او سبعة. كويسين جدا جايب لك الاستخدام وبعضين جايب لك التشيك بوينت. جميل جدا منظام جميل. اه انا حبيته. طبعا نظام ده موجود في وموجود في اه وموجود في المعاصر. وكمان في الاخر بقى جايب لك ايه? اه على ايه? كل القاعدة او اللي موجود في الدرس الاول والتاني. وبرضو ايه? ملتزم بتائتين جملة على الاسئلة كلها او على المعلومات كلها. في الاخر بقى ده جميل جدا جايب لك تست دي مش موجودة في كتب كتير او يعتبر الكتاب الوحيد ودي ميزة. ميزة اه في كتاب الجم بيجيب لك تست على بقى ايه? الدرس الاول والتاني. يعني في الكتب التاني لما يخلص القاعدة والكلمات ويمدخل على ايه? الدرس التلاتة والربع على طول. هنا في الجم جايب لك تست على ايه? على الدرس الاول والتاني. جايب لك اه لعندك اه تائتين جملة على كله. كلمات ايه? تمام? لو كان سيكون الاسئلة فادي كان جايب قطع. يعني يجيب لك قطع. اه كان يجيب لك قطعة. في التست كامل يعني وحاجات كده. مختلف السنة دي. تمام? اه التالة والرابع طبعا نفس النظام بزد كلمات وحل كلمات وحل كلمات وحل كلمات وحل وبرضو ايه القاعدة. تمام? اه بس في حاجة مميزة في الجم اللي هو جايبها وكان جايبها السنة فاتت بكسافة وكان مهتم بها جدا. وكان عجبني جدا السنة اللي فاتت اللي هي يا شباب. اللي هي لحظة واحدة كده. اه القطعة يعني اجيب لك القطعة هنا في الامتحان. وفي كلمات ايه? اجيب لك الكلمات اللي تحت اللي انت ممكن تكون صعبة. بعد ما تبدأ تدور بكده. لا انت بت ايه? بتجيب القطعة على طول وتقرأ وتبدأ تحل. تمام? جايب لك طبعا. جايب لك مجموعة ترجمة. مجموعة اللي هي جايب لك قطعة ومجموعة ترجمة والقطعة. تمام? التست بقى على اليونت. جايب لك ادت تست. الشكل التست اللي عندك. ما عاليش انسيت ازبط الورقة دي. اه جايب لك الايه? جايب لك الكلمات الصعبة في اه نهاية اه الكلمات الصعبة في نهاية الدرس. انا مش هعرف هو تعمل كده ايه? بعد جايب لك يا شباب. وبعدين جايب لك ايه? الحلة طبعا. اه قطعة هنا. جايب لك طبعا قطعتين. وجايب لك الكلمات الصعبة في نهاية القطعة. القطعة دي والكلمات دي لازم تحفظها وتزبطها. اه بس ده كان الجيم شبيه كتير جدا بكتب التانية. ومن وجهة نصر متوضع. اه اه طبعا سعر الكتاب. بالاسف. ترمى اول بس. متين تلاتين جنيه. متين وتلاتين جنيه. طبعا غالي ومبالغ فيه جدا. على ترمى اول بس. اه مقارنة بالكتب التانية. مع هذا المعاصر طبعا لان المعاصر بمتين وخمسة وعشرين. زيه بالزبط يعني. اه. فاشتغل من المعاصر انا شايفه كويس. يعني المعاصر انا شايفه كويس. وايه وايه كتاب العمالقة برضو جميل جدا. كتاب العمالقة جميل جدا برضو. تمام? فانت شوف اللي انت مرتاح له اشتغل بيه. اللي انت اه انا بالنسبة لي انا هحل المعاصر كامل ان شاء الله على اليوتيوب. المعاصر كامل هيتحل على اليوتيوب. طب هل هو كيف يا مستر? اه هو كويس. المعاصر كويس. يعني انت لو حالت المعاصر كله وزبطته. كافي. كافي. تمام? في المراجعات بقى ممكن نبقى نجيب كزا كتاب. المراجعات ممكن نبقى نجيب كزا كتاب. وعايز اطمنك اللي امتحنات بتيجي مباشرة ومفاش اي حاجة. اللي عايزك تهتم بيه فعلا مش الكتب. اللي عايزك تهتم بيه. حل القطع كتير. حل ترجمة كتير جدا عشان تكتسب معلومات وكلمات اضافية برا المنهج بتاعك. طبعا القطع برضو بتزاود المعضوه ده بشكل اه رهيب جدا. قطع والترجمة. آآ عايزك تتعلم تكتب مقارات كتير طبعا انت بتكتب ست جمل ده حاجة جميلة جدا ست جمل. تشوف مواضيع كتير وتحاول تكتب فيها منها بتستخدم الجرامر اللي بتتعلمه والكلمات اللي انت بتتعلمها في شكل جمل ومواضيع آآ مفهومة. مش مجرد شوية كلمات كده طيارين في الهو وشوية قواعد كده. تمام? آآ وهكزا. دي الحاجة تتم بيها الترجمة وحل القطع واكتسب حصيلة كلمات زيادة وكتابة المقال. تمام? هيتبقى لك ايه? بقيتنا القصة. طبعا اه القصة يا شباب جاي في الجيم جايب لك النقاط اساسية وبعدين جايب لك التكست وبعدين اسئلة وبعدين اسئلة كمان آآ على حرف على الكلمات. تمام? فدي الحاجات اللي يتتم بيها. دي الحاجات اللي يتتم بي. حل كتاب واحد. تمام? حل كتاب واحد. ويهتم بالحاجات التانية لمهارة اكتر. تمام? اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.